مرحبا بكم في فيتورتي تيتكم اليوم بوصفة الليبانيز لكن مجيتش واحدة جيت مع شيف محمد ياسين سيالة من باج ولا من جروب لمتنا في كوجينتنا شيف ممتاز ومتقلق دائما ان شاء الله جبنا كعك اللوس كعك اللوس التونسي بكل اسراره و تكاته و حركاته ننصحكم تزوروا قناته و تضغطوا على زر سبسكرايب و تضغطوا على الجرس بش وصدوركم كل جديد بطبيعة ما تنساوش تضغطوا على الجرس متاعي و سبسكرايب متاعي ما تبشولوش كان لي هو يجاو عندي ومشولو لي هو فاتلك عليكم هو بالحق شيف متقلق متقلق جدا ننصحكم تشتركوا في قناته خاطر بالحق بش يستفادوا منه برشا 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 عنده مخزون في المطبخ هائل اليوم ما وصفتنا الليبانيز بش نوري هي لكم بطريقتي ايني و بش نوريكم زادا بطريقة المحترفين و الا بطريقة الكوميرسيال بالنسبة لي طريقتي هشوشة عالاخر شوفوا قدهيش هشوشة و مشاخشها بالفاكية و بنينة 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 ما نحكي لكمش قدش البنة متاحة صدقوني حاجة توب عالاخر كيف ما تشوفوا تتفتفت وتتهاثر متهاثرين و بكلها فاكية ما فيها باسكن كل مرة تشيروا مية جرام مثلا بوفريوه مرة مية جرام لوز مرة مية جرام فستق وتخبيوهم و نهارة اللي تستحقوا تمدوا الفاكية متاعكم وتشخشخوا وتدلوا رواحكم خطرة تطلعوا لكم ما شاء الله الكمية هاي متاع الكمية الليبانيز تطلع لكم يعني برشا كعب و ما شاء الله عملتها بحجمين لحقيقة بحجم صغير و بحجم المتوسط ده اقول لكم بعطيلي كيف نوع معني هالحجم متاحة و كيفش تتحصلوا على الاشكالة دي كتكون مزيينة نوكل هني عندي 300 جرام بوفريوه البوفريوه اللي هي الهايزل نوت اكن كيف تشوفوا الشكل المتاحة كيف نية اللي يعملوا بها البوفريوه هي نفسها اللي يعملوا بها النوتيللا و كل شي ده نفسها اللي يعملوا بها الشوكولاتة القابلة للدهن ان شاء الله تمام را نعملكم عندي وصفة توب عالاخر رائعة و صحية زادة للصغار طريقة مزيينة و مبتكرة برش و عندي زادة كمية من الفستق هي اللي مش نزين بها الوجه البراني دونك تحاولوا تنافو البوفريوه متاعكم وتحطوها في الفرن لمدة ربع ساعة جزت تحميس وكاو تحمصوها شوية تبقى بيضة متتحمص واللونها مستصفر شوية والبوفريوه هذي نقشروها ناخذو كان الكعبات البيضة نحاولو جيما نقشروها ناخذو الكعبات البيضة كل نفرزوهم و نهرشوهم يكونوا مهرشين يعني كروس يرمو ميكونوش مرحيين عالاخر هنا الكيال بش يختلف من الناس الكوميرسيال و المحترفين يحطوا ثلاثة كيلات بسكوي و ثلاثة كيلات فارينة عليهم كيلة واحدة من المكسرات بسكوي و ثلاثة كيلة بسكوي و ثلاثة كيلة فارينة بسكوي عادي يعني سبيكيلوز ولا اي نوع بسكوي تحبوا عليه ولا السيدة ولا اي نوع بسكوي نتشجع المنتوج التونسي بالطبيعة نستعمل بسكوي سيدة و فارينة و الفاكية البفريوة المرحية هنا عنا ملعقة قهوة ولا ملعقة صغيرة من الزبدة المغلات ولا زبدة سمن معناها التونسي متاعنا ليس سمن البلدية سمن لاخرته و خليكم الرابط متاعه في صندوق الوصف اعملوا ليه طلع اللي هنا نحطوا الكيلة متاع البفريوة و كيلة البفريوة و كيلة الفارينة و كيلة البسكوي المرح نحطوا الكيلة تذومة ثلاثة مع بعضهم و نخلطوهم مع بعضهم و نزيدوا عليهم بزيدة الزبدة الزبدة هنا استخدمت الزبدة من وصر حيواني استعملت ماركة فيتالي دي متسئول فيها شنو لانو يعاني بالنسبة لي نشيل فيتالي بالكاردونا الكاردونا يتيحسومها في تسعين دينار و ثمانين دينار و حصيلوا كل واحد و كيفاش يبيع تسألوا فيها خاطرتم و نعرفكم ديما تسألوا على التفاصيل و على الهلمات حصيلوا قاني نقولكم ديما نقولكم حتى اني ما نشي بيخلى عليكم كو سواء ان بريفي ولا على ننف الفيديوهات نقولكم كل شي ما يقلقنيش و ما عنديش مشكلة معنى معنى نقولكم الحاجات ربي قدرني على فعل الخير حصيلوا الزبدة رانية ذوبت معها مغرفتها ك السمنة ولا زبدة المغلية الزبدة ذوبتها فقط مغلية هاش لكن زبدة مغرفتها من زبدة المغلية ك السمنة اللي ريحتو فاوحاباك خليكم الرابط اماها نوع السمنة اللي زدتو نكملو بس بسوربات متاعنا لان تحصلوا على بات بالقوام هذكا يعني اللمو العجينة متاعنا شوفوا كيف نيه العجينة لهنا اناس يلعب الكركدا فوق الطاولة شوفوا شايدوا شوفوا شايدوا شوفوا شوفوا كثيرا حظنا على العجينة متاعنا لقوامة متاعها ممتاز نحن نكونوا جديين شوية بالله بطبيعة البلوندو ترافيي نظيف هنا ممسوح راه وماني خطرة نس مش يمس معا اخي عود تمسحتو مرة اخر نطرحو العجينة بتاعنا تنجمو تطرحوها بالبابيير الفيلم ولا بابيير المانتير ولا شاسمو بابيير كويسان كما تحبو حاسين مصر انو يوريكم الكركادن متاعو مصر باي شوفناها يجبت اي شي يضحك والله نطرحو العجينة بتاعنا تكون الارتفاع متاعها سنتيمتر او سنتيمتر ونصف حسينو كل واحد وكيفاش يحب الارتفاع مصرحو اللي باستخدامها نظر ان اتبعوا كيف حاولها ومثم عينكم ميزانكم الايش تروا صالحها اعملوا هنا ديما نتبعوا تكون معناها الشيرة وتعال الكعبة مزينة هنا خضرت القالب اخشين بلاستمتر بالكعبات الكبارة قبل ومبعدة يعملت الكعبات الصغيرة هنا كعبات اعملتهم للدار لا يمكنك التسجيل للبيع و هم يمكنك التسجيل للبيع و كما قلت الكامرة نخدم نفس الرساة لكن للبيع نخدم نفس الرساة أما جسد القلب يكون أصغر كي يكون أصغر يتطلع أكثر الكيلو و فما ديجاء قوي لب تجاء ملول على شكل هلال ملول يتشيروا حاضرين ذوكما أفوتخو شوامان تحبوا تخدموا بهم و تحبوا تخدموا بطريقة زمنية هذي الطريقة الزمنية متاع الليبانيز و كل واحده كيفش يحب نعرفش عليش دجاء اسمهم الليبانيز تعلمتهم هكيكة و قاعدنا عمل فيهم هكيكة و نحب نشكر الساعة تشكر خاص مدام بسمة خطر هي اللي نعتتني على الوصفة ملول هي اللي ورت هالي يعطيها السحة و إن شاء الله ربي بركلها في صحتها إن شاء الله ربي يعينها و ربي يرزقها إن شاء الله الخير هي اللي ورتني هي اللي علمتني الوصفة المتاع المحترفين و إلا الوصفة متاع الكوميرسيال لكن قمت بتعديل الوصفة حسب الرغبة متاعي و خدمتها بطريقة كيلة 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 شوفوا الفرق ما بين الحجم المتوسط و الحجم الصغير هذه الحجم متوسط ترونش متاع بستاشرة شوفوا بكلها مرشقة فاكيرة نرمالك تشقة ذيكا بالحرارة متاع الفرن وبعد تاني شحرها في شحور كيف شحور البريك دجا عندي وصفة فيها شحور البريك في القناة نفس شحور البريك دجا هو نفسه شحور البريك المهدية هو نفسه شحرت بها الليباناس دجا هو ممتاز شحور البريك بالنسبة للتشحير فمشكون يشحر بالكعبة بالنسبة لي ما يقلق نيشن شحر بالكمية لكن ديما بالكميات الصغرى ما تشحروش بالكميات الكبرى على خاطر رهو يلصق في بعضه يعني ماذا بيكم ديما تشحروا بشوية بشوية وتاخد من خاطر لو كان برد رهو يولي يلصق في بعضه وفي سعي يتكسر خاطر هو شوش على الأخر بالنسبة للفور طيبوهراء وكيف تحب خاطرهما غير أعظم دجا جوز بش تشد روحو ما عنديش معناها ترمومتر معايم بشو نقول لكم معلية على خاطر كل واحدة والفور متاحة وكيفاش الفوره يساعد هرمهم طيبوهم لان يوليهم تمسكين ويكتسبوا اللون الذهبي من الأسفل وصفة ممتازة جربوها ننصحكم بالحق جربوها على خاطر يبنينا على الأخر وما تنسوا كيف تجربو كعك اللوس متاع شاف محمد ياسين سيالة يعطيه الصحة مكدي ياسر ومرتوب ياسرة شاف محمد ياسين طول هنا إلى حد المرحلة هذه أعملنا 80% من الرسال الباقي هو أنكم تاخذوا بالكعبة بالكعبة وتبدأوا ترملوهم فك المكسرات وتحاولوا ضغط خفيف جدا لان المكسرات تلصق في الكعبة وتولي بالشكل هذك وترملوهم وهم سخان من الشحور تخليوهم حتى لين يبردوا وبعد ذلك تشحروهم الشحور يكون سخون وهما يكونوا بردين وبعد ذلك ترملوهم في الفاكية وهما يكونوا دجا زدا سخان يعني من الشحور باش الفاكية ترصق فيهم هذو ما كعبات الليبانيزم بتاعنا إن شاء الله يربي الوصفة تكون نالتا عجبكم إن شاء الله يربي يكون مفيدكم إن شاء الله ربي أنقلكم بالحق خطرية طريقتي طريقتي مش كيمة طريقة متاع لكم نرسيها لكل شيء وطريقة المفضلة عندي ونحبها على الأخر بالنسبة لكعبة كبارة لأنني مركزت لهم برشة في الترميل بالمكسرات خطر كمية المكسرات الليبقات عندي لم يكنتش تكفي لكعبة صغيرة للضيافة ولكبارة عندك شعندي الموجود جدت بي وديما خذوها قاعدة جودو بالموجود وصفة سهلة وبسيطة وبنينها على الأخر إن شاء الله يربي يكون الوصفة عجبتكم كأنكم أول مرة تزوروا قناتي متساوش وتضغطوا على زر السبسكرايب وتعملوا لي لايك الفيديو كأن أعجبتكم الوصفة وتقولوا لي رايككم في الفيديو ولا رايككم في الكعبات المتعليبانيس في الكومنتاريات تحت خطر بالحق رايكم يهمني برشة وتعملوا لكم إن شاء الله إلى اللقاء في فيديو آخر ووصفة أخرى ونسائح أخرى وأسرار أخرى بسلامة